خلينا برضو نروح لخبر مهم مبارح تحديدا وصل محمد صلاح وحمود حسن تريزيجي مصر عشان يلتحقوا بقى بمعسكر منتخب مصر الخوض بطولة كاس هنا الأمم الأفريقية صلاح بس لو هنتكلم بقى هنقف عنده شوية تحديدا كان فيه كلام عنه أو حواليه لأنه هو هل يعني أو يتقال هل هو طلب تأمين إضافي خلال فترة تواجده مع البعثة في الكاميرون ولا لأ ده كان مثار على السوشيال ميديا بالأمس لكن السفير متحة المليجي سفير مصر في الكاميرون هو حسم الكلام ده وقال تحديدا كده ما طلبش مني أي حد تأمين خاص لصلاح أثناء قمة بطولة كاس الأمم هو بيعلم أنه هيكون مستهدفا طبعا من قبل الجمهور لالتقاط الصور مثل ما حدث في مباراة أنجولا بتصفيات كاس العالم لكن حتى الآن عدد كمان كبير من الأشخاص أخبروا سيد السفير يعني هو بيتكلم أخبروني برغبتهم في التقاط الصور مع مو الصلاح وقال أنه تواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة للتأكيد على ضرورة سلامة صلاح من أي تدافع أو أي اقتراب من الجمهور طبعا لأعتبارات بقى تأمينه ومش بس لا كمان حفاظا عليه من زي ما كنا بنتكلم فيروس كورونا لأن الموضوع مش مضمون والموضوع لسه مستمر وهما هيكونوا حارسين جدا محدش قرب منه يعني غير لما يتأكدوا أنه هو غير حامل للفيروس ودي كلها إجراءات مقبولة إجراءات احترازية أكيد لتأمين اللاعبين خصوصا اللاعبين يعني الدوليين زي محمد صلاح وغيره وبس ده يعني شيء على الكل مش بس بس خصوصا على محمد صلاح ده الخبر يعني اللي كان جاي فأعتقد شيء ما يزعلش حد برده ومنطقي إلى حد كبير بالضبط يعني منطقي إلى حد كبير وبعدين الناس دي كمان ما عندهاش في الشزار لا التوجه بتاع أننا نسيبها للظروف ده ما عندهمش الكلام ده كل حاجة لازجون محسوبة لأن لي يعني عكاسات سلبية لو حصلت لسمح الله أي حاجة من هم متخوفين منها طيب